اهلا بكم أعزيزيان متابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم شوية عن نقل الدم بلوت ترانس فيوجن وايه هي مشتقات الدم العيان ده هتنقله دم كامل ولا هتنقله صفايح دموية بس ولا هتنقله كرات دم حمرة ولا بلازما ولا ايه بالزبط وايه هي مخاطر نقل الدم اصلا وايه هي التعليمات الهمة اللي تخلي بالك منها لو هتنقل للعيان بتاعك دم ما تنساش في البداية اعملي لايك للفيديو هو ليه الدم أصلا مهم؟ ليه تحتاج تنقل للعيان بتاعك دم؟ الدم ده هو جهاز النقل الرئيسي في جسمنا بينقل الأكسجين من الرئتين لكل أجزاء الجسم وبيتخلص من ثاني أكسيد الكربون وبينقل المواد الغذائية لكل خلية في جسمنا وكمان بيتخلص من النفايات وكمان الدم ده بينقل الهرمونات الهرمونات اللي تقريبا بتتحكم في كل وظائف جسمنا وليه أدوار تانية كتير زي تنظيم درجة حرارة الجسم وتنظيم البيئة الداخلية ليه ومكافحة العدوى وأدوار تانية كتير فالدم ده حاجة مهمة جدا جدا للإنسان والدم ده بنقسمه لحاجتين اتنين يأما خلايا اللي نقصد بيها كرات الدم الحمرة أو الصفايح الدموية أو كرات الدم البيضة يأما بلازمة البلازمة دي اللي هي السائل اللي بيجري جواها الخلايا دي والبلازمة دي عبارة عن مية ودايب جواها مواد تانية زي البروتينات مثلا زي الالبيومين على سبيل المثال وزي عوامل التجلط وكمان دايب فيها بعض المعادن زي الحديد والمغنيسيوم وبعض الالكتروايتس زي الصوديوم والبوتاسيوم والهرمونات زي ما قلنا وبعض الفيتامينات كل الحاجات دي موجودة في البلازمة فأنت العيان بتاعك بتختار هل هتنقله دم كامل بكل اللي جواه بقى كرات دم حمرة وبيضة وصفايح دموية وبلازمة ولا هتختار وتشوف العيان بتاعك محتاج ايه بالزبط وتدهوله يعني لو محتاج جرات دم حمرة تنقله كرات دم حمرة محتاج صفايح تنقله صفايح كرات الدم البيضة ما بتتنقلش حاليا العيان محتاج بلازمة تنقله بلازمة وقبل ما نعرف انت هتنقل ايه للعيان بتاعك تعال اقولك على شوية تعليمات مهمة جدا لازم تخلي بالك منها في مبدأ لازم تحطه حلقة في ودنك اللي هو رقم واحد لو ينفع ما تنقلش دم للعيان بتاعك ما تنقلش ولو ضروري ولازم يبقى اقل كمية ممكنة ليه بقى الكلام ده؟ لان نقل الدم ليه مخاطر كتير زي مثلا اولهم العدوى ممكن العيان يتنقلوا عدوى عن طريق الدم وبتحصل تقول لي تم احنا بنعمل فحوصات للدم عشان لو في فيروسات او مش عارف ايه اقول لك لأ في حاجات بتعدي وزمان مثلا ما كانوش اكتشفوا في فيروس سي وبعد كده اكتشفوه فمعنى كده ان ممكن تكون في فيروسات جديدة ما نعرفهاش او بكتيريا او اي حاجة ما نعرفهاش وبتتنقل من شخص لشخص عن طريق الدم تكون لسه ما اكتشفتش لحد دلوقتي ده غير اللي اكتشف وممكن يعدي كمان نقل الدم ده ممكن يعمل يعني يعمل تحسس عند العيان العيان ممكن يبدأ يهرش جسمه يحمر ممكن يوصل لدرجة الانافلاكسز ان العيان يدخل في صدمة تحسسية جديدة ممكن تموته كمان ممكن يحصل ويحصل تكسير في كرات الدم الحمرة نتيجة خطأ في الفصيلة مثلا ودي برضو وارد وممكن تحصل وكمان ممكن يحصل العيان يبقى جسمه في حديد كتير بس دول اللي بينقلوا دم بصفة متكررة ممكن يبقى جسمهم في حديد بكميات كبيرة ويبقى ضر ليهم كمان في حاجتين مهمين حاجة اسمها تاكو حاجة اسمها تريلي اعرفهم لو بتدخل امتحانات تاكو اللي هي يعني معناها كده ان العيان جسمه بيعب سوايل يا اما انت نقلت له دم كتير يا اما هو العيان اصلا عنده مشكلة في القلب مثلا او عيان كبير في السن من اقل كمية حصل له اوفرلود اما التريلي اللي هي ومن اسمها بيحصل بمكانزم معين مش هنتكلم عنه المهم ان بيحصل اصابة ومشكلة في الرئة ودي حاجة نادرة شوية بس ممكن تحصل ولو حصلت ممكن تحصل اثناء نقل الدم او حتى بعد نقل الدم بستة ساعات طيب انت نقلت دم للعيان بيقولولك ايه الحق ده العيان بينهج تعرف منين ازا كان التاكو ولا تريلي هو ده اوفرلود ولا اكيور لانج انجري يعني في شوية فرقات كده ممكن توضح لك الفرق بينهم مثلا التاكو بيبقى مع هايبرتنشن غالبا يعني تلاقي ضغطه عالي ممكن ما تلاقيش معا فيفر اما التريلي ممكن تلاقي فيها فيفر وممكن تلاقي هايبوتنشن لو عملت للعيان تحليل بي ام بي هتلاقيه عالي في التاكو اما التريلي هتلاقيه منخفط او طبيعي الشست اكس ري او الاشياء العادية على الصدر في التاكو هتولي احتقان اما في التريلي ممكن يبقى فيها انفلتريتز بيلاترال انفلتريتز والعلاج في الحالتين بيبقى عن طريق انك توقف الترانس فيوجن او نقل الدم علاج تحفوزي وتدي اوكسجين والعيان لو احتاج يتيب في التريلي مسلا تتيبه وبالنسبة للتاكو ممكن تديله ديوريتك او مدرات للبول ودي حاجات خطيرة عشان كده بقول لك خليك فاكر المبدأ لو تقدر ما تنقلش للعيان دم ما تنقلش لو هتنقل للعيان دم لازم تستخدم كانيولة واسعة تكون خضرة مثلا 18 او اكتر من كده او CVLINE اللي هو الاسطرة الوريدية او CVB المعروفة دي يكون افضل كمان لان الكانيولات الديقة ممكن تكسر محتويات الدم لو طلبت للعيان دم لازم يكون متعلق وخلصان في خلال 4 ساعات مش اكتر من كده ده حتى في بعض مشتقات الدم زي الصفايح الدموية يفضل ان هي تكون اسرع من كده بكتير يفضل ان هي تخلص قبل ساعة عشان كده لو طلبت للعيان دم لازم تكون مجهز الكانيولة او CVLINE بتاع العيان ويفضل كمان يكون فيه كانيولة تانية احتياطي عشان لو حصلت في دي مشكلة ما نقعدش ندور ونضيع وقت لو هتدي للعيان كيس دم واحد او كيسين درجة حرارتهم منخفضة مش شرط تدفيهم دول مش هيعملوا هيبوثيرمية في العيان اوي يعني اما لو كانت كمية كبيرة فتدفيهم بالجهاز المخصص لكده مش بالطرق اللي احنا عارفين هيقولك حطه تحت دراعك مثلا او في الماكرو ويف الكلام ده غلط طبعا في جهاز مخصص بيدفي المحالين الوريدية والدم اما لو كيس واحد او اتنين مش مشكلة يعني اتأكد من اسم العيان رباعي وتأكد من القرنيك اللي انت بتكتبه لطلب الدم وتأكد من كل خانة فيه واكتب بخط واضح عشان نتجنب الاخطاء وشوف نظام الجودة عندك في المستشفى بتاعتك ايه واتبع تعليماته عشان ما يحصلش خطأ وطبعا اكتب بعد عمل الفصيلة والتوافق اللازم حتى لو بعض مشتقات الدم لا يشترط فيها الفصيلة شوية او التوافق لكن انت امن نفسك وخلاص اكتب كده مثلا مطلوب اتنين وحدة كرات دم مكدسة من نفس الفصيلة بعد عمل التوافق اللازم لما تعلق للعيان دم او احد مشتقاته اول ربع ساعة خليه بطيء بحيث لو العيان حصر اكشن معاه تقدر تشوفه وتتعامل معاه وفايتال العيان بعد ربع ساعة ولو الدنيا مستقرة سرع الريت بعد كده وخليه يمشيه بسرعة دلوقتي بقى انت هتنقل للعيان ايه بالزبط ممكن تنقل للعيان دم كامل زي ما قلتلك بمعنى ان جواب لازمة وجواه كرات دم حمراء كرات دم بيضاء صفايح وكل حاجة لكن ده استخدامه قليل دلوقتي مش بنستخدمه كتير يعني استخدامه مقتصر شوية على بعض الحوادث لو في نسف جديد في حدسة فبننقل للعيان دم كامل لانه بيكون فقط كميات كبيرة من الدم ومعاه هايبوفوليميا واحيانا في بعض الرضع في حاجة اسمها لو الرضيع ده عنده حاجة اسمها فبنغير له الدم بتاعه يعني لكن في معظم الاحوال انت مش هتستخدم الدم الكامل لو انت طبيب بطنة او حاجة زي كده فلو حضرتك هتكتب للعيان دم كامل هتكتب زي ما قلنا برضو نفس التعليمات تكتب من نفس الفصيلة بعد عمل التوافق اللازم في خلال اربع ساعات يكون متعلق ما بنحطش ادوية على الدم خالص الكيس بيكون حوالي ربعمية وخمسين ميليليتر بنقول عليه ربعمية وخمسين سنتي في التوارئ الشديدة فقط زي الحوادث الكبيرة وكده ممكن ندي للعيانين فصيلة لو فصلتهم مش موجودة وهنا يجي سؤال لو عيان عنده انيميا ليه هنقله كرات دم حمرة مكدسة فقط وما نقلوش جسد دم اقولك لان احنا بنعوض اللي ناقص عند العيان ده فقط العيان ده الصفايح الدموية بتاعته كويسة مش محتاج صفايح ومش محتاج بلازمة ومعندوش هايبوفوليميا ليه هتديله الكمية دي كلها كمان لما تديله كرات دم حمرة فقط فانا كده هستفيد بالصفايح الدموية وبيل بلازمة لمريض اخر لان الدم ده بيتاخد ويتقسم الى حاجات معينة وكل عيان بياخد اللي محتاجه فقط فكده انا بوفر حاجات لمريض اخر فدلوقتي نتكلم على كرات الدم الحمرة والنوع الاشهر اللي انت غالبا هتكتبه اللي هو كرات دم حمرة مكدسة تقول لي وفي انواع تانية اقولك اه وهقولك عليها بعد شوية كرات الدم الحمرة المكدسة انت هتطلبها لو عيان عنده انيميا طبعا اللي هموكلوبين بتاعه قليل وخليك فاكر المبدأ لو ينفع تعالج من غير ما تنقل دم عالج بتحدد اذا كان العيان بتاعك محتاج كرات دم حمرة او مش محتاج على حسب الكلينيكل اللي انت شايفه يعني ممكن عيان يكون عنده انيميا تمانية وانقله دم لانه كلابست العيان مش مستقر والانيميا بتاعته اكيوت والعيان في خطر على القلب بتاعه والعيان مش كويس فده ممكن انقله دم في حين ان عيان تاني مزمن عنده انيميا مزمنة ممكن تكون الانيميا بتاعته ستة لكنه ومفيش معاه مشاكل ده منقلهش دم فالحكم كيلينيكل انت اللي تحكم على العيان محتاج ولا مش محتاج لكن لو عايز رقم محدد يعني فالناس اتفقوا شوية على رقم سبعة يعني بيقولوا اعلى من سبعة منديش اقل من سبعة ندي لكن زي ما قلتلك كيلينيكل عيان لو عنده قلب لازم ارفعه على فكرة مش سبعة مش هستنى السبعة الكيس بتاع كرات الدم الحمرة المكدسة او الوحدة بتكون حوالي من متين وخمسين لتلتميت ميليليتر لازم تكون طبعا من نفس الفصيلة وعمل التوافق المفروض انك لو علقت للعيان وحدة كرات دم المكدسة ترفع له الهموجلوبين بتاعه واحد جرام برديسيليتر نفس الاثار الجانبية والمخاطر اللي تكلمنا عنها في البداية ونفس التعليمات زي ما قلنا تتعلق في خلال اربع ساعات ولازم كانيولة واسعة او سي في لاين وما نحطش عليها ادوية تانية وهكذا نفس التعليمات طيب ايه هي الانواع التانية غير الباك دي ار بي سيز غير كرات الدم الحمرة المكدسة فيه انواع تانية اعرفها بس من باب العلم بالشيء كده في حاجة اسمها فلتر دي ار بي سيز كرات دم حمرة مفلترة معناها ما فيهاش خالص ما فيهاش كرات دم بيضة ودي بيطلبوها لبعض العيانين اللي كل ما ينقللهم دم يحصل معاهم رعشة وسخونية شوية ري اكشنز كده فبيتجنبوا الموضوع ده بالفلترد ار بي سيز في نوع تاني اسمه ودي بيبقى ما فيهاش بلازمة وبيطلبوها في بعض الحالات زي عيان عنده هيبر كليميا ارتفاع في البوتاسيوم وهو اصلا اند ستينج رينال ديزيز عنده فاشل كلاوي او عيانين كل ما ينقللهم دم يجي لهم يعني بيحصل لهم تحسس شديد او صدمة تحسسية لا في الحالة دي نطلب لهم وفيه نوع بقى اسمه يعني معرضة للاشعاع يعني متشال منها كل دي بيطلبوها في حالات زرع الاعضاء زي واحد هيزرع كلا بيطلبوله وفيه نوع اسمه ودي معناها ان الفصائل الندرة زي عيان بيتبرع بفصلته بدمه وبيتم تخزين الاربيسيز دي وتجميدها ممكن لعشر سنين وساعة ما يحتاجها يطلعها وياخدها وتستخدم في خلال 24 ساعة اول ما تطلع من التجميد ده او من التخزين ده اسمها فروزين اربيسيز لكن خليك انت بس فيه كرات الدم الحمرة المكدسة باكت اربيسيز اللي قلنا عليها دلوقتي نتكلم على الصفايح الدموية بليتليتس طبعا الصفايح الدموية لها دور مهم في وقف النزيف لما تطلبها للعيان لازم تكون متعلقة وخلصانة في حدود من 30 ل 60 دقيقة وكان يلواسع برضو زي ما قلنا او CV line الكيس الواحد من الصفايح الدموية بيكون عبارة عن 6 وحدات فانت لما تطلب للعيان 6 وحدات صفايح دموية هيجيلك كيس واحد وهي دي الجرعة المعتادة للبالغين غالبا لو احتاجت تنقل لشخص بالغ صفايح دموية بتكتب له 6 وحدات صفايح دموية بالنسبة لنفس الفصيلة ولا مش من نفس الفصيلة يفضل يفضل من نفس الفصيلة اما الRH مش مهمة اوي الا اذا كانت دي سيدة في فترة الحمل والرضاعة يعني سنها مثلا من 15 ل45 سنة في الحالة دي لو هي RH negative ما الالهاش صفايح بتاعة شخص RH positive ده يفضل يعني وفي بعض المصادر بتقول مش شرط اوي بس انا زي ما قلتلك امن نفسك لو بتكتب قرنيك اكتب من نفس الفصيلة بعد عمل التوافق اللازم وامن نفسك حتى لو بنك الدم قالك ايه الدكتور اللي مش عارف ده لا انت اكتب وامن نفسك ومالكش دعمه لو وديت للعيان 6 وحدات اللي هو كيس صفايح دموية المفروض يرفع الصفايح الدموية بتاعة العيان ده من حوالي 30-60 الف طيب انت تدي للعيان صفايح دموية تدهوله لو عنده ثرومبوسايتوبانيا الصفايح قليلة او عنده الصفايح عنده مش قليلة لكنها لا تعمل بصورة طبيعية طيب امتى برضو؟ يعني مثلا لو عندك عيان الصفايح الدموية بتاعته اقل من 10 تلاف ده لازم تنقله صفايح دموية لانك بتخاف من تخاف انه يحصله او نزيف في المخ فتنقله صفايح دموية اما لو عيان كان 20 الف او اكتر من كده ما تنقلوش الا اذا كان في بليدنج بالفعل او بينزف بالفعل او لو كان معي مشكلة تانية زي طيب لو عيان عنده نقص صفايح دموية وهيدخل عمليات هيعمل عملية لو هو الصفايح الدموية بتاعته خمسين الف او اكتر يدخل يعمل العملية بتاعته براحته ايا كانت ما عدا لو هيعمل عملية في المخ او في العين في الحالة دي لازم الصفايح الدموية بتاعته تكون ميت الف او اكتر تقول لي يعني عيان الصفايح بتاعته سبعين الف وخليه يدخل يعمل المرارة اه خليه يدخل يعمل المرارة مفيش مشكلة خالص طيب عيان سبعين ألف وهيدخل يعمل عملية في المخ؟ لا علق له صفايح دموية عشان يرفع الصفايح أكتر من مية وقس له الصفايح قبل ما يدخل العملية لازم تكون معدية مئة ألف طيب إيه هي الكنترا انديكيشن؟ إمتى ما نديش صفايح دموية للعيان؟ لو عيان عنده ITB إميون ثرومبو ثايتوبينيا لأن الصفايح مش علاج إنت عالج السبب وما تنقلش صفايح إلا لو كان في بليدينج بالفعل أو نزف بالفعل كمان حالات التي تي بي ثرومبوتوك ثرومبو ثايتوبينيك بيربرا والـ HUS هوموليتك يوروميك سندروم والـ HIT اللي هو الهيبرين انديوست ثرومبو ثايتوبينيا الحاجات دي كمان مش بننقل فيها صفايح دموية لأن العيانين دول بالرغم من أن الصفايح الدموية بتاعتهم قليلة إلا إن هم عندهم قابلية للتجلط ممكن إنت لو نقلت لهم الصفايح تعمل تجلط في العيانين دول فمش بننقل إلا لو كانوا في نزيف بالفعل وعليها كلام في الموضوع ده كمان نتكلم دلوقتي على البلازمة بقى اللي هي Fresh Frozen Plasma كل البلازمة أصلاً fresh هو اسمها كده الميزة في البلازمة أو إنت هتحتاج تنقل البلازمة ليه؟ عشان جواها عوامل التجلط هو ده الهدف الرئيسي من نقل البلازمة الوحدة بتكون من 200 إلى 300 ميلي ولازم تكون من نفس الفصيلة بتاع العيان وزي ما قلت لك أي حاجة اكتب بالنفس الفصيلة والتوافق إمتى نحتاج ندي للعيان بتاعنا بلازمة؟ لو كان عنده Multiple Coagulation Factor Deficiency يعني عنده عوامل تجلط متعددة نقصة في الحالة دي أدي له بلازمة أو لو عنده فاكتور واحد هو اللي ناقص لكنه مش موجود في السوق أو مش موجود في الصيدليات يعني عيان عنده هيموفيليا مثلاً وفاكتور 8 هو اللي ناقص فاكتور 8 هو اللي ناقص لكن مش لقيه أعمل إيه؟ انقله بلازمة البلازمة بننقلها للعيانين اللي عندهم TTP والHUS كمان لو عملت للعيان تحليل اللي هو PT والPTT وكانوا أكتر من مرة ونص الطبيعي والعيان بينزف ممكن ندي له بلازمة وبرضو لو العيان عنده العيان بياخد ماريفان مسلاً ونزف وعنده مشكلة ومش موجود مش لقيه في الحالة دي لكن ممنوع إن إحنا نستخدم البلازمة يعني ما ينفع الشي نستخدمه كسائل تعويدي العيان ضغط واطي ندي له بلازمة عشان يرفع الضغط مثلاً يعني ولا نستخدمه كنوتريشنال سورس يعني كغذاء ما ينفعش ولا نستخدمه في الووند هييلنج كمان مش بنستخدم البلازمة في الهيبارين توكسيستي واحد بياخد هيبارين وبدأ ينزف بسببه البلازمة مش هتفيد كتير ولا في الجديدة اللي هي زي الريفاروكسابان والإبيكسابان والحاجات دي البلازمة مش مفيدة فيهم برده البلازمة جرعتها المعتادة يعني خمستاشر ميلي لكل كيلو جرام من وزن العيان دلوقتي نتكلم على الكرايو بريسيبتات وده الجزء من البلازمة يعني خدوا البلازمة وعملوا فيها شوية حاجات كده المهم طلعوا لنا في الآخر الكرايو بريسيبتات وده بيبقى جواه فبرونجين فكتور 8 اللي هو فكتور 8 فكتور 13 والفون والبرايند فاكتور وحاجة اسمها فبرونجتين الكرايو بريسيبتات فيه ناس كتير او مصادر كتير بتقول مش نازم تكون نفس الفصيلة ولا الار اتش وفيه مصادر كده معينة بتقول يفضل نفس الفصيلة والار اتش فزي ما قلتلك اكتبه خلاص من نفس الفصيلة والتوافق وامتى تحتاج تدي للعيان بتاعك كرايو بريسيبتات طبعا لو عنده فبرونجنت ديفشينسي زي حالات الدي اي سي او اي سبب وراسي اخر مثلا عيان عنده فلوان برايند فاكتور ديفشينسي ومش مستجيب للطرق التانية في العلاق عيان عنده هيموفيليا فاكتور ايت ديفشينسي او فاكتور ثيرتين ديفشينسي ومش لقيين الفاكتور زي دي برضو في السوق ممكن نديلو كرايو بريسيبتات عيان عنده يوريميك بليدينج والطرق التانية مش جايبة نتيجة برضو للنصف فممكن نستخدمه برضو وممكن نستخدمه بشكل موضعي عشان نعالج الديابيتك فوت الناس اللي عنده القدم السكري او الجرح السكري او بعض النيكوريتيك تيشوز جروح الصعبة السيئة يعني الكيس الواحد من كرايو بريسيبتات بيبقى جواه خمس وحدات زيه زي الصفايح الدموية وطبعا الجرعة بتختلف شوية على حسب انت بتستخدمه ليه لكن الجرعة المشهورة برضو ان انت بتدي يونت لكل عشرة كيلو من وزن المريض يعني لو الشخص مثلا ميت كيلو فهياخد عشرة يونتس العشرة يونتس يعني كسين لان احنا قلنا كل كيس فيهم خمسة يونت وكده يبقى تكلمنا عن اشهر حاجات في نقل الدم طبعا في حاجات تانية زي الالبيومين زي فاكتور ايت اللي بياخدوه بتاع الهيموفاليا زي الانتراف مينس اميونو جلوبيلين لكنهم دول اصبحوا زي ادوية بتبقى موجودة في الصيدلية من غير توافق ومن غير حاجة والعيانين بياخدوهم عادي يعني الى حد كبير مش نقل دم يعني لكنهم من مشتقات الدم وفي النهاية احب اشكركم متنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم